في الشكل انسحاب الروسي لساعات من قاعدتين متقدمتين عين عيسى بنحو خمسين كيلو مترا شمال الرقة والمباقر في ريف الحسك الشمالي الغربي في المضمون رسالة تحذير لقوات سوريا الديمقراطية قصد من عدم تحمل قصف الأتراك والاختباء قرب القواعد الروسية وصلت الرسالة كما يظهر على الأقل من عودة الروس إلى القاعدتين بعد غياب لساعات معدودة الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيا قصد العسكريات سواء تجاه جانب السوري أو تجاه المحتل التركي يؤدي إلى تعريض قواعد ونقاط مراقبة الروس للقطر في أبعاد الخطوة الروسية تم الملون من سلوك قصد المتذبذب بين دعوات الجيش السوري والقوات الروسية لوقف أي عدوان تركي وإبقاء الرهان على عودة تفعيل الحضور الأمريكي شرق الفراد سلوك بات مكشوفا في ظل تحركات قصد والقوات الأمريكية في محيط تلتمر والإعداد لإقامة قاعدة أمريكية في مثلث الحدود السورية العراقية التركية حتى الآن بكل أسف الكرد لا يزال يراهنون على الخيار الأمريكي بكل ما تعنيه الكلمة حتى الآن الكرد يتوقع بأن الأمريكي سيمد له يد العون وسيدعم وجوده إلى ما لا نهاية وهذا ما لا يمكن للأمريكي أن يقوم بمثل هذا الخيار عودة الروسي إلى نقاطهم في عين عيسى تبرد تصعيدا تركيا استهدف خلال الساعات الماضية طرى الامشيرفة وهوشان والخالدية في محيط عين عيسى والتلا بيض كل الرهانات التي لا تقود إلى دمشق لا مستقبل لها وتجارب السنوات الماضية بالرهان على الأمريكي لم تفضي إلا إلى الانكسار والخدلان ضمن صفقات مع أنقرة على حساب السوريين أرضا وثروات محمد الخضر دمشق الميادين